احنا ظلمنا بابا خمستاشر سنة وصدقنا كل الظروف اللي حوالين حكايته وكذبناه يعني معنا كده ان احنا نصدق اي حد يقوله انه بريء لا لا فريدة مش اصدق كده فريدة اصدق ان البنت من حقاها تاخد فرصة ده في عنا بو ما ينفعش من مكتبي والاكتر من سبب البنت دي سبق وسرقتني قبل كده ده غير ان انا مش مقترب ببراقة راضي وبعدين الموضوع ده ممكن يحطني في موقف وحش قدام عشق يا دي عشق كل المشاكل وراها عش فريدة لو سمحتي ملكيش دعو بيها يا قاسر فامني البنت دي ما ينفعش اتدفع عن ابوها الا من خلال مكتبك لسبب بسيط جدا ما عندي عشف المستقوم وعمي كويس ودي مش مشكلتي فين الرقة والشعرية واستاذ موجودة يا فريدة بس في مكانها طب وزي قلت لك عشان خطري مش عشان اي حاجة تاني وعشان خطر انا كمان مشكلة انا لما بقرأ القضية وبنسني بنتك بصدق انك انت اللي قتلت والله ما قتلته انا عارفة يا بابا ومصدقك بس ده الاحساس اللي بيجيني لما بقر وده الاحساس اللي هيجي لوكير النيابة والقاضي كمان ما هو ده شغل ما المحامي بغير الاحساس ده انت عارف ان انا اللي هتراف عنك انت استاذ قاسر رفض القضية بالعافية خليني اشتعل من مكتبه ولانه ما فيش فروس مش قادرين نوقف محامي تاني فتقبل تحط حياتك في ايد حد بقريل الخبرة بس بيحبك وبيخاف عليك ملاشي منها خلي المحجمة تقول نوها خايف مين يا بابا خايف عليك يا بنتي مش عاوزك تبتدع حياتك بقضية خسرة انا زيادة عيشة بزنبها طول عمرك انا زيادة كتير ومش عاوز اخر حاجة عاملها ان ادمر اللي جاي من عمرك انا لو ما كسبتش القضية زيادة يا بابا يبقى ما فيش اي قضية تانية مهمة من سبيلي ملاشي ماتت عليك يا لا يا سائلت للأسف واضح انها تعبانة اوي لكن في عونك بصراحة مالك كانت مرتبطة عبابوها ياوي بس مين فينا مش تعبين عاصر قطع بنا كله أهم حاجة ما تسبوهاش كده ممكن يجرالها حاجة بسبب قفلتها على نفسها مالك متعودة لما تتداين تيفر على نفسها وتردش على حد هي ما خرجتش من القوضة خالص؟ لا خرجت لما جاهل وليس راتت على أسئلته بس مستعدة قفل على نفسها طيب على فكرة طريقة أنا عايزي جيهاز بس أنا أبطلو بلايش عمان تيغي يلا محبي بيلا تلفون بدعمه بطرش راتنا مع أننا أعطينا ورقة على يد بتاعته بس ما حانتش قدري ستا ألو أيوة دكتور هشان واسبتا يشتا لا أحاول أعلاقات إلا بالله البقاء إيه في حياتك يا مدامة بنا أرحمه ويجعل مسور الجنة مع السلام اللي سمعته دا مظبوط دكتور عاصم تا إيش أنت؟ دلوقتي ملك وعشق بيمروا بأزمة فضيعة وده ممكن يخلي الحالة تنهار والهيستريا تزيد ملك آه لكن عشق لأ عشق كانت علاقتها بولدها متودرة كانت دايما تقولي عنه كلام مش رطيف الواحد مهما تكون علاقته بأهله سيئة لكن بيفضل حاسس بالأمان طول ما هم موجودين وانهيار إحساس الأمان بالنسبة العشق ممكن يكون خطر طب أنا ممكن أعمل إيه إذا كانت ملاجأت ليش لازم تكلمها يا دكتور وتخليها هي تجيلك يا أنت تروح لها طب إنت شايفة يعني الزرف مناسب حالة ملك محتاجة مساندة حتى لو كانت عشق متماسكة حاضر هعمل محاولة وأكلمها لك هعمل في حاجة يا مام كبرت يا منا كبرت وشلت اللهم ما بقدر يا بنتي نصيب يا مام ربنا بس يسهل وقدر أشيره إذا كل مامك يخرج من السلام إن شاء الله تخدي وترجعه البلد وتفتحينك مكتب محمى وتسيدي دينا أبوكي كلام دا لسه بادري علي قوي يا مام أنا كل اللي فتتماجي دلوقتي أنا أطلعهم السجن وبس إن طلعت الشمس وغطستها الدنيا وتتغير اسمع الكلام وأعمل اللي بقولك عليها أنا يسهل يا مام بس الكرام دا مش وقته خالص يلا يا جماعة تفضلوا الغداء جاهز تعبتي ليه نفسك بس يا هانا كنت قلتلي وأنا جيت جهزته طيب أنا هروح عنده هروجي بقلات حضرتك عن أسنكو أنت ومنا ضيوف والضيف هنا لازم ياخد وجبه بالكامل والله العظيم أنت عديتي الواجب بزيادة وربنا اللي يعلم أنت عندي بقيت أعزة من الأخت واكتر عشان كده أنا ليه عندك طلبة مش عايزك تقطعب منها عايزك تفضلي تحبيها كده على طول والله العظيم منها بتحبيك قوي وأنا كمان بحبها دي بتفكرني بنفسي اتضمني على مني أنا جيت ربنا اتضمن قلبك أنا مش هدرا سبتاني مش هشوف بابا ديني وجوده جنبي جنبي حسزني بالأمان طيب إيه؟ هشف لو حصن لي حاجة من اللي هيوقف جنبي زي ما عمل معي سعد الطلاقة الموت ده حاجة صعبة قوي بصي لموت جزء من الحياة لازم نقبل بوجوده أيها بس لو كان تعب مثلا كان يبقى فيه تمهيد لكن كده ومين اللي يعمل كده عم راضي الراجل اللي بابا كان طول عمره بيساعده ومرته وبنته أنا داد بنع على كل لحظة عملتهم فيها جويس إيه وقت اندامي على الخير اللي انت عمل إيه وقتين ما تخليش حزنك على والد كده يا فك بالأكس يا دكتور أنا حزني على بابا محسسني إن أنا قوي تعرف يا دكتور من ساعة الحادسة عيش إخدفت خالص قريبة طب إيه العلاقة بين وفاة الدكتور عاصم وإيش مش عارف بس أنا ما بقيتش حاسة بصداء ولا بغيب أقنى الدنيا ولا أي حاجة من دي خالص بيهي ستكون الصدمة سدة الشرخ اللي بتخرج منه عيش لو عايزة ترد بقى فيش مشكلة أنا أنا تمامي طب تفتكر يا دكتور اختفاء عيش إده طبيعي؟ لازم نستنى شوية مش هو بقى حالة الاختفاء دي مؤقتة ولا دايمة رب تكون اختفت ومترجعش داني خالص مش فهم أي حاجة الحسابات كلها من لعبك اللي قدامي بيقول إن بابا كان بيصرف أكتر من اللي بيتخله كان معتمد إن العادة هي اللي هتسد يعني العادة نفسها لو تباعدة هتجبرنا كام؟ المشكلة إن إمتى العادة كانت جاي من اسم بابا بشهرته كل دا راح معاه؟ دا ميش غير اللي أنا أكلم مع أي حد من زمايله عشان يشتريها يعني إيه؟ الدنيا كده قزمت؟ يعني بس طبعا لازم طريقة حياتنا تتغير مش هينفع نكمل بنفس الطريقة أنا مش عارف راضي عمل كده إزاي مفيس سبب واحد يخلي يعمل اللي عمله ده بابا كان كويس جدا معاه هو نفسه كان راجل طيب عنده اعتزاز بنفسه ما يخلوهش يحقد على حد أنا كمان زيك مش داخل دماغي أبدا راضي يكون عمل كده وشك بصراحة في حد تاني حد تاني إيه بس يا دعاء؟ أما لو ما كنتش شفتي بعينك معايا يمكن يكون كان بيحاول ينقذ حياته زي ما قلنا كلنا مشكلة إن الفلا ما كانش فيها غير مالك وراضي لأ كان فيه بس انت مش واخد بالك قصدك مين؟ منا وللنجاد؟ نجاد أقصد نجاد أنا شفتها بحيني في المكتب هنا وهي بتتخانق مع باباك ومسكة فيه بتطلب منه فلوس إمتى ده؟ وإنت زي ما تقوليش على حاجة زي كده يا دعاء؟ كانش ينفع أقولك وقتها وبعدين كان واضح قوي إن كان فيه بابا بينهم حاجة انت بتخرفي بتقول لي يا دعاء؟ بقى وأنا جات انت تجنينتي؟ انت عمرك ما هتصدق عشان هو باباك لكن هو بنفسه قيل إنها غلطة قديمة وراحت لحلها وطلب مني إن أنا ما أقولكوش مارس وقت أكيد كان بيديها فلوس لما بطل يديها قتارته باباكوش انت عارف يا دكتور إن من ساعة الحادثة عشي اختفت خلص خريب أوي طب إيلا علاقة بين قفات الدكتور عاصم وعشي؟ مش عارف بس ما بقاش فيه صدوة ولا بقيت بغيبة عن الدنيا ولا أي حاجة من دي خلص بقى استكون الصدمة قفلت الشرخ اللي بتخرج منه عيشك شفتي بقى ان تحليلك تلع غلط موتر أب جاب نتيجة عكسية اللي كنت بتقوليه اهي عيش اختفت اللي قدامي ده هايل بس لو كان صحا دكتور انا طول عملي بقول عليك عقلية علمية متنورة متوقعتش انك تدافع ان وجهت نظرك حتى لو كانت غلط الموضوع مش كده خالص يا دكتور ولا انا وانت في المسابقة من فينا الصحة بصي لا فيش كعب عالي ولا روج ولا اي حاجة من حاجات عيشك طب ارجع شوية كده يا دكتور حاضر ارجعنا ايش في صدقاء ولا بقيت بغيبة عن الدنيا ولا اي حاجة من دي خالص بيست كون الصدمة قفلت الشرخ اللي بتخرج منه عيشك لو عايزة تروطي بك ها سنعت اصمحت عادي بتقول لها انا مش قصدي على الكلام انا قصدي رانة الموبايل دي مش رانة ملك دي رانة عيشك ها ايه رأيك انت كنت غالطة لا كده الصورة منطقية اكتر ملك هي اللي اختفت وعيشك بتحاول تمثل انها ملك يعني ايه كانت بتحاول تضحك عليها طبعا هي استغلتك عاطفيا بس مش هي دي المشكلة المشكلة ابعد من كده عاشق ممكن يكون ليها يد في قتل الدكتور عاصم اهلا 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 ستنا جايت الفضالي ارتاحي بتعرفة لو مكنتش بيتي كنت انا اللي هبعت ايه بي انا باشا طبعا كل التحريات اللي عندي بتقول ان عاصم كان سوانجي قراري ومفيش في البيت غير اتنين انتي ومن وراضي عمره ما هيعمل حاجة غير لو عاصم بي اغرب من حدي فين لا باشا راضي ما عملش حاجة انا اللي قتلت الدكتور عاصم لتاني مرة بتتهمي عاشق بالقسم الغير مبارد قبل كده قلت انها ممكن تكون وراءة للقوات ولسه عندي نفس الاحساس انها ممكن تكون عملت كده حتى بعد ما فيه حد اعترف بالجريمة الحكاية بسيطة يا دكتور عاشق بتحاول تفصل علامها عن عالم ملك واي حد يقرب بين العالمين بيبقى في خطر على كده بقى انا اخطر واحد بنسبة لها ده حقيقي وممكن تعمل فيك اي حاجة اسه زاجة دي ده عايزة تخوفيني منع وخلاص متشكرة يا دكتور بس انا مش بخوفك انا عايزاك تاخد بالك طب ايه ممكن تقتل ابوها ليه ده ان ممكن تكون انت السبب او بمعنى اصحى انا السبب لان انا اللي اقترحت عليك انك تدخلها المستشفى يباك لازم تقتني الاول قبل تقتل دكتور عاصم انت ما تملكش لا بشكل قانوني ولا بشكل فعلي انك تدخلها المستشفى اللي كان يملك ده الدكتور عاصم شوف يا دكتور انا شايفة ان اهم جلسة بينك وبينها تكون عن علاقتها بباباه ودي محتاجة حفرة عميق جوا وعياها علشان تعرف قتل الباباه ولا لأ انا في الاول كنت فترة بيساعدني الوجه الله لغايت نوش بالاخبر بي شو دلت عرب منه طول الوقت لغايت نه لغايت نه ماشي انا جاية انا مصدقين وعارف ان هو كالرجل واط الله يرحمه بس الكلام ده كان زمان ايه اللي خلاكي تقتلي دلوقت انا هقول لك كل حاجة باش انا دخلت له المكتب يا انا جاية انت هتكروتيني انا عايزك تفنطيلي الموضوع واحدة واحدة هو اكلمك في التليفون لليتها صح صح باش ردي راح له عشان يعمل له الاول امر عاصم بي امر فنك ايه نايمة حاضرتك عايز حاجة فنجلعه حاضر يا فندي انا خليت رجي دخل المطبخ دخلت له المكتب انت ازاي تكلمني في وقت زي ده انت جننت وفيها ايه عادي ردي اخد باله سألني هو عاوزك فيه طب ما تقوليه انت فاكراها هتفرق تبتولي مايز نفتح نفسي تفتح نفسك انت حاسبها غلط لو عارف حيزكت ردي مزاهم انت فاكراها ولا انت فاهمها كويس اوي انت عايزة تعملي منه راكل علشان اكش واخاف منه وافضل اتفع لك وانا ساكت ده مالك ومالو قلبك اول كده ليه ايه لا الفضل بي قلبه ليه عارق ايه وكلام فارق ايه ردي ده ردي ده نص راكل نص ايه ده ربع ما تتكلمش عنه كده رادي داسي ده رجالة كفاية بقى حروم عليك كفاية وفعلان كفاية كده امشي بقى على قوتك قبل مايجي بالقهوة هنا ووقفشك امشي قصدك ايب كفاية كده قصد كفاية خلاص مش هدفعت امي انت اللهم ما دفعتش هدفعتك لا تبطل استعبقت بقى اما ما استعبتش هتدفع ولا لا سيب السجد وامش على قوتك يام بقى امشي حابش غير لما اخبر في المفس مش دافع انا جايت حفر ويدا ما تقدريش انت جبان جباني انا جايت اه تضرب تضرب ما تضربه بعدين خلت بعدي وجريت على القوتك يعني في ضده طول السنين اللي فات الدين بيستغفلنا الرجل الطيب اللي اسمه راضي جاه انا مكانش فيدي حاجة تانية عاملها غير كده مش يمكن يكون كان عارف زي ما عاصم قال يا لاوي ده كم اولني او موت عاصم امشي ما قولك انا اللي قتلته بقى داية دول انا بعترفه وانا مصدقك ومش محتاج منك اي حاجة غلى اعتراف الحلو ده انا مستعدين لأي حاجة ان شاء الله حتاحة باللمشنق بس بشرط بشرط بس عليك النبي يا باشا دي ما يعرف اي حاجة عن الكلام ده اها فهم ايو ايو دي والدت من ايه اعترفت لا انت كتر خيرك انا هتصرف مع السلامة باع استاذ قسار بعد ازنا حضرتك الجزئية بتاع الدين ما نفسه اقابل فاعد قواب الاف реш أنا أسف حضرتك مش قصدي يعني أن حضرتك تساعدني في القضية أكيد تعال يا مننا عايزك تصدلي تصدلي من بغضي خير حضرتك أنا عملت حاجة زعلك لا أبدا بس في خبر مش ضريف ومش عارف أقوله لك إزاي بابا قراروا حاجة إيدي ما فيش حاجة بابا خير الحمد لله بس ممتك اعترفت على نفسها أنها لأعترت الدكتور عصم لا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان باين عليها وإحنا بنتغدى مبارح بس أنا مخدتش بالي هي فاكرا هي كده بتدفع عن بابا وفي الحقيقة أنها بتورط نفسها وبابا ممكن ما يقرقش أصلا تفتكري الحكاية كده بس قصدك يا دكتورة ممتك صدت عقلة وشجاعة هي لما لقيت باباكي هو اللي اتورط اعترفت يعني حضرتك شايفة ماما ممكن تكون هي اللي قتلت اي حد ممكن يقتل لو لقى اللي قدامه بيهدد حياته وحياة الناس اللي بيحبوه انا مبقيتش عارفة حاجة غالص ولا فهمة اي حاجة روحي له وتكلمي معاها واسمعي منها وايا كان اللي هتقوله لك اتعاملي معاه بفهم وبعقله عقل ايه بس يا دكتورة انا مبقيتش عندي عقل وحسنة انا بقيت قلمت الحيلة مش عارفة عامل ايه اهدي اهدي يا مني عقلك وهضمان خروبك من الازمة دي يعني بابا هو اللي قتل ولا بابا ولا محدش فيهم قتل أصلا انتي لازم تنامي دلوقتي انتي تعبان لو نمتي وصحيتي هتعرفي تفكري كويس تعالي تعالي حبابتي اللوجي اطلعي ذاكري برا حبابتي حاجة غالصي افتكي انا ممكن جيني نوفي الحالة يا دكتورة لو ما نمتيش هتمراري ومش هتشوفي صح ضياري هدومي بحولي اتنام تصبعها لخير يا حبابتي ايه وشك ولا الامر ما حدش شافك يعني من ساعة هايسة ما لا يتحمس ما تجوزش على الراحة ليه حرم عليك الراحة اخلاص يا شامس انا مش رايقالي عايز ايه تايلوقتي ايه الوش الخشب ده انا حتى كنت جاي عزيكي فابوكي كنت فاكرة كدق بزعلان عليه طبعا زعلان عليه ولازم يعني عاية توفرج الناس عشان يعرفوا ان انا زعلانة والله يلا يعرفوا الواحد اما بيرقص بيبقى فرحان مش زعلان انا بقى لما بزعل برقص ده مدايق في حاجة امم بشكل غلطة ما اجيت اتكلم معاك لو هعدلك الغلط يبقى مش هنخلص النادي وانا مليش نفسك حاسم روح يا شامس شوفو يا ركي ماشي يا عش يلا يا بابا لا انا مش حامشة قبل ما اشوف امك هي ما قتلتوش هي اعترفت عشان تخرجني يا بابا مش وقت وكلامتها دلوقت هلروح الدكتورة فايدة ونقعد نتكلم ونشوفها هنعمل ايه بتعرف حاجة انا معرفهاش انا لازم اشوف نجات يا بابا ما ينفعش بتشوفها وهو ما بيحققوا معاها عشان خاطر يلا بينا يلا بقى يلا عشان خاطر يلا يلا انا واختي مكناش بنسيب بعض ابدا في المدرسة مع بعض بنلعب مع بعض حتى في النوم كنا فقودة واحدة انت كدابة انت عمرك ما حبيتي اختيك وانا هكتب عليك ليه ما انت اسأل مو ما احنا كنا مرتبطين ببعض اديه ممكن يكون ده بيبان قدام الناس انتوا صحاب لكن انت من جواك كنت بتكراي سيطرت عليك انا مش فاهم انت جيبت الكلام ده من دي انا كنت بحب اختي جدا على فكرة انا هستدقك تقدر تقول ليه اختي كرحت فين ما عرفش ما كنتش بتسوي بعض زي لم انت بتقولي ايه بقى ازاي مش عارف اختي كرحت فين مش عارفة لا عارفة مش بعيد تكون انت السبب في اختفاقها كنت بتغيري منها عشان كانت دايما محور الاهتمام صح؟ ايه تأخريف اللي بتقولي ده يا دكتور؟ ساعة الحقيقة تبقى شبه التأخريف متفاكر ان حد هيصدقك؟ مش مهم حد يصدقني بس انت ما تخافيش را قلتيلي القانون بيبنى السريه من المريض والطبيعي بحاتش هاها بحاتش هاها اعرف ايه انا محديش حاجة اقولهالك اصلا تمكن ان ماما وبابا كانوا بيحبوا واش اكتر منك يمكن مش فاكرة لا فاكرة بس خايفتها اعترفي هي قوية وزكية وانت مجرد تابع صورة بهتانة عشان كده قررت ان هي تختفي دكتور عاصم قال لي كل حاجة بلا موت قال لي ان كان بيحب ايش اكتر منك وانت كنت بتغيري منها مش كده؟ دكتور عاصم دك ازاي؟ تكذب عليك زي ما تكذب على الدنيا كلها ازاي؟ كان عامل نفسه طول الوقت بيدور على عشق وعارف انها مش موجودة وعارف منين انها مش موجودة عشان عارف انها ماتت وفاقا سننا سوبر اشتركوا في القناة 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 كيف أصفق! ما كانت توديقت لها خدوها وقريبيها على العيدة بتاعتك لكن الممر للONG أفز وانتي عملت باي؟ سكت أنا ما كنتش قادرة أقول الحاجة ما كنتش قادرة أفتح نفسي أولا ما رجع قال إنه ودفلها في مدفنه ودفلها لك وأتلسيني لما أنت خايفة بالفضي لا أنا ما أدلتوش أبوك يا وله أدلو ما أدل ما أعرف يعني إيش يا ماتت إيش يا ماتت يا ملك ما ماتتش بس أنت قلت إنه موتها افتكر إنه موتها بس هي ما ماتتش إيش يا ماتت هي دي الحقيقة اللي أنت بتعربي منها وهروبك ده هو اللي بيخليك تعيش في الوهم الوهم اللي بتقول عليه ده هو اللي خلاني قدر أكمل وعيش من غيره ما كنتش عارف أكمل تقدر تقول لي كنت عابو الصفرش كل يوم إزاي الصبح وأنا عارفة إنه لقاتل أختي كريتي أكتر خفت مني كنت لما بيفتح باب القوضى ويدخل عليه كنت بفتكر إنه هيخرقني زي عابو كنت بترعش ما بيجي يغطيني ويمسل دور الأرض كنت ساعات بحس إن أنا عايز أقوله شي ليدك بعيد عني إيدك دي اللي قتلتها طب ليه مرضيش لحد ماما مثلا ما قدرتش ما قدرتش لدرجة يبطلت أتكلم كل ما كنت حاول أتكلم سوتي مكانش بيتلا كان لحد ماسك لسين وبعدين لما كنت بأسمع صوته لحد يقول كلمة بابا كنت أشوف منظره و أحطيت إيده على بابا والهرسة بتقع من يدي وتفضل تقع وتقع بغايت من الدنيا تطلق ويخوه لي طب أفضلت كده كتير لا حتى ما عيش أظهرت دي طب عرفت إنها زهرت أنت ما بتتقبلوش كان بتسيب لي ورع صغير وما كتبع لي حاجة طب فاكرة أول مرة ساعة الصوب حليتها زي بالي ورع مكتب علي صباحا الخير أنا عيش وأنتي ما حفتيش منها لا إلى عكسي أنا من ساعة هتطمّنت وقدرتني طب ورع سادي لسا بتبعتها لي خلقت بقتي نعم بس خلاص أنا بقيت أعرف إنها موجودة بابا ما يعرفش أي حاجة عن علاقتك بعاصم ملكت بتضحك عليك يعني مش أبوكيه ولا قتل بابا لو كان عملها كان قالي أنا أول واحدة مش لإني بنته لإني أنا المحامية بتاعته بابا تقولي لأبوكيه عن أي حاجة من اللي قلتها لك قوله إيه بس يا ماما قوله إيه هو أنت يقطي الكريم من أنت يقطي يدار الزبط في التحقيق هو أنت يله إيه بس هو واجده ومش هيقول لأحد أنت كده ثبتت التهمة على نفسي مش مهم إنته لما أبوكيه خرج منها طب وإنتي إيه بلال إنتي والإزم ما أدفعتها من خلطي والحكاية دي بقى هي اللي كرهيتك في العلاقة برجل والست مش كده سؤال زاكي مش هرد عليه انت ليه عملت كده ليه فكرتها ما تقوليش عشان مصلحتها والجاو الفاضي ده ومالك ونعملت كده ليه؟ أنا شايفك وإنت مبسوط بنفسك ويا بتتعذب قدامك طب ليه ما حاولتيش تحميها عشان هي عايزة كده هيك تتعذب والحكاية دي بتعذبك زيها؟ لا بس بتعصبني طب بابا بيحسسك بايه؟ الدكتور عاصم بابا لاش السيرة دي بيعصبك؟ أنا مقابلتوش إزاي وإنتو عايشين في نفس البيت؟ طب ما أنا ومالك عايشين في نفس الجسم وأمرنا ما تقبلنا ما فكرتش انت امي منه؟ انت اللي قتلته مش كده؟ كل كلامك بيقول ان انت اللي قتلته هو اللي صمم يتاتل إزاي؟ مين؟ مين؟ في حاجة بابا؟ ومحدش ينقول ليه؟ لا ماما ومازن رحوا انت متعفافة طب كواس أب يعني أنا وانت بحتنا إيه الحكاية بقى؟ حكاية إيه؟ حكاية أشي انتو لقيتوها؟ أنا زوان كنت مصدقتها ومصدقت تمثيلها لكن دلوقتي خلاص ما بقتش مصدقتها دلق دعالي هنا دلق استني خلاص رح فيه بابا مجلش أنا اتعبيني شوية لو بتحبيني بلاش بتجالد دلوقتي انا عزفها ايه تليم تتحملي كدسة؟ انت مات انت اقفة لما كلمت دعالي هنا هو اقفة لما كلمت عزفها مصدق ايه تليم تتحملي فيها حاجة ولا ما بتخرجي برا بتعمل ايه؟ انت بتحكمني بقى مرض ايه؟ ما قبل ما تحكمني روح شوف نفسك روح شوف بابا انا عزفها انا عزفها انا عزفها بابا ابو سيدك ابو سيدك بلاش نتكلم دلوقتي عشان خاطب تعالي هنا هو موه انا مش حاسب يتكلم مثلا تعملي عبارة وانت عامل عشق يبقى ها اللي شيفه عمر صح مش عارف اربلاته بتمش مع رجالة طب انت بتمشي مع ستات ومش عاطق حتى الشغالة بقولك يا دكتور لما نفسك بلاش نتكلم على العلاقات والمشي ها؟ انت زي تكلمني بالشكلة؟ ده نابوك ابوي ابوي يا بمرتي الابي حبيبي ها ويرعايا وانت راجل مش فاضي لحد حياتك يا شغلك يا ستات انت فاكر محمش دارين باللي انت بتعمليه انا طول الوقت عارفة وشايفة وساكتة ياه بنتي شايفيني وحش كده؟ وحش او يا دكتورك اوي واضح ان كنتي فعل متعبانة ولازم تروح لمستشفى عايز تقول عليا مكدونة وتحبسني في المستشفى؟ دي خطة حلوة وسهلة اول وطبعا بعد كده اي حاجة اقولها هتبقى جنان مش كده؟ خلاص اطلع على قوتك بالوقت يا ملكة انا مش ملك انا عايشي تكرم في القضة دي انت كنت معنا ديت وانا كنت اهم وهنا كنتم تنافسي فاكر؟ ما كانش قصد انا ما كنتش عايز بتصرخي وحد يسمعك ما يسمعك كان اي حصل ايه يعني لو سمعك؟ ماما هتتطلع؟ ما هتتطلع؟ مش هحصل ما تبقى بقتل بنته؟ انت شكل بتعباني ملكة قلتلك انا مش ملك انت مش عارفة اذا كنت يعيش او لملك عشان كده لازم تروح لمستشفى وهناك كل حاجة هتتظبط بجابة يا بابا؟ طبعلا يا حبيبتي هناك هتعرف ان كل اللي في الماغي بدأ اوقات مانا كنتم قلتلك يا شعر